في جسر الإنسانية الممتد ما بين العالم العربي ومصر وأوروبا يجب أن تكون هناك حركات إنسانية في جسر الإنسانية الممتد اللي هو عبر اللون والشكل يجب أن يكون هناك رواد لتواصل وبناء جسور قوية تنهض بالثقافة الإنسانية للإنسان في أي مكان ما حصل في الفترات الأخيرة أن هناك عزلات ثقافية بين الأوطان العربية وبعضها وبين الأوطان العربية والغرب رغم وجود الميديا بكسفتها لكن كلنا نستغل الميديا بشكل خاطئ وليس بشكل اتصال ثقافي وإنساني ووجداني هذا المعرض أربع فرسان فكرنا أنه يكون فرصة للترابط الإنساني الجيد ما بين ثقافات مختلفة محمود جدالة الفنان الفلسطيني الذي درس في مصر وعاش في الكويت ثم ارتحل إلى أمريكا ثم عاد مرة أخرى إلى مصر حاملا في جعبته أصفار ثقافية كبيرة جدا يجب أن نستمتع ونسمع بأعيننا إلى تجربته وأنا أعتقد لوحاته في هذا المعرض سوف تكون مفاجأة مهمة جدا للجمهور الفنان الثاني الفنان حكيم حكيم جمعين فنان أردني مهم جدا له خبرات مهمة جدا في الحفر والتعامل مع الأسطح الجرافيكية الأولاد اللي بينتسبوا الكليات الفنين الجميلة مهم يشوفوا حفار أردني مهم له تجربة مهمة جدا ودرس في إيطاليا وعاش في أسبانيا طبعا هيهمنا بقى الضيف الكبير جدا اللي هو أحد أهم الفنانين القادمين من أوروبا ده فنان فرنسي مهم جدا أعتقد مهم لأنه بيشتغل في مصاري الحداثة والمعاصرة بشكل دراماتيقي إنساني متوازن مع المجموعات اللونية وطرق الرسم أخيرا عبد الرازق عكاشي أنا مشارك كمان في المعرض تجربة إنسانية جدا أنا بقى لـ 28 سنة في الغربة لكن ما عرفتش فشلت في كل طرق الرسم إلا طريقة واحدة إن نعبر عن أهلي فلاحين قريتي أمي أبوي عمتي عمي أهلي كل ما زادت المسافات كل ما ارتحلت 32 جايزة عالمية من مؤسسات كبرى في العالم كل جايزة بخدها بلاقي نفسي بلتصك بأهلي أكتر لأنهما اللي علمون الصدق علموني الحب علموني الكفاح